الفساد وسوء التخطيط العمراني جعل نهر خريسان في محافظة ديالة مصدرا للتلوث البيئي بعدما كان متنفسا لشباب محافظة خاصة في فصل الصيف أهلي بعقوبة اشتكوا من تحول نهر خريسان إلى مستنقع ومكب للنفايات متهمين الجهات ذات العلاقة بالعجز في تصفية مياه النهر الذي يعد أهم مصدر لمياه الشرب ناهيك عن الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب نحن أهالي ديالة نعاني ماء ملوث منذ سنين وماء في الحنفيات جطح حالب وملوث جدا يعني فناس تستمم وناس يعني أكثر هتروح للمستشفيات من وراء الماء نحن في محافظة ديالة نعاني من شحة المياه ونعاني من تلوث المياه في نفس الآن المفروض على الحكومة فك المياه أو حل المياه لهذا النهر لإرجاء الحياة إلى هذا النهر عليه بساتين عديدة لمناطق متعددة في محافظة ديالة يستخدم للرأي وأيضا يستخدم للمشاريع للمياه الشرب إدارة الموارد المائية في المحافظة عزت تلوث مياه النهر إلى تجاوز الأهالي في رمي النفايات الأمر الذي جعلها تنتشل أكثر من سبعة أطنان من النفايات نتيجة تلك التجاوزات مشكلتنا في نهر خريسان هي تجاوز الأهالي في رمي النفايات داخل النهر أسبوعيا نحن نطلع أكثر من ستة إلى سبعة أطنان من النفايات داخل النهر ونطالب البلدية والبيئة بمساعدتنا بهذا الأمر تطهيراتنا على النهر مستمرة أكثر من أربع إلى خمس مرات يطهر النهر خلال الست شهر كل ستة شهر أكثر من أربع إلى خمس مرات يطهر النهر ومياه مستمرة غير خاضعة للمراشنة والمياه الخام للإسالات بالمحافظة ويبقى السؤال هل ستبقى الإدارة مستمرة بإلقاء اللوم على المواطن في فشل إدارة المشاريع وتغطية الفساد أم أن ثقافة المواطن هي فعلا قد أسهمت في تردي الواقع الخدمي في المحافظة